هوني جعلت هاي لحرمك مخيم أهشيم ظلوعي لأنك عشرة جعلت على حسينة عشرة جعلت على حسينة قالوا للخيل إلى حسينة قالوا للخيل إلى حسينة قالت الخيل فدا حسينة بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله غريب يا أبا عبد الله 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 ولكن لا مثل يوم الطفوف في يوم نائبة في الزماء غدا تقضى الصبط في فتية هيا مصابيح نور إذن لا هيا لجايا وأعظم مانا لكم حادث له الدمع ينهل غيثا أتون وقوف بنات الوحي عند طليقها بحال به يشجين حتى الأعاد يا بصاليح كفاك العتب واللوم تظل صابر على أخذ الثار لليوم يا هلمن هلك ممات مظلوم يوم أذبوح يوم أجدول بالسام ولعجب صابر عجب صابر يا بصالح ولك دين ولكروس اقطع وبطف ولك دين ونسيات الخيال من شدا ولك دين على صدر حسين برضي الغاضرية يا على صدر حسين برضي الغاضرية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون قال إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه إذا فقد الخامس من ولد السابع فالله الله في أديانكم لا يزيلنكم أحد عنها صدق إمامنا الكاظم تعجيلا لفرج مولانا بقية الله الأعظم ولشمولنا بخفي ألطافه وعناياته ولقضاء الحوائج ولشفاء المرضى أرفع أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد من العقائد التي تسالم عليها المسلمون ومن الأمور الضرورية التي لا يمكن لأحد أن ينكرها هي وجود شخصية تسمى بالمهدي وأنه من آل رسول الله لا بد من أن تأتي هذه الشخصية يوم من الأيام فتملأ الأرض قصطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا هذه من العقائد ومن الأمور الضرورية التي يسلم بها المسلمون والمنكر لهذا الأمر مكذب والعياذ بالله لرسول الله لأنه ثبت هذا الأمر من خلال الروايات الصحيحة عند الفريقين التي يقطع بصدورها من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله فلا مجال للتشكيك في هذا الأمر لذا هناك من قام وشكك في هذا الأمر ورد عليه علماء العامة قبل أن يرد عليه علماء الخاصة يعني بالنهاية ردوا عليه لأنه منهم وفيهم ردوا عليه هناك من ألف كتاب لا مهدية ينتظر أو أطلق مقالة تحت هذا العنوان لا مهدية ينتظر بعد النبي خير البشر وقد تصدى له علماء العامة منه أبن باز وغيره وغيره وردوا على هذا الكلام وقالوا له بأن لازم هذا الكلام هو الكوفر لأنه تكذيب النبي تكذيب النبي شنو يوصل الإنسان إلى الكوفر والعياذ بالله فبعد أن صحت الروايات لا يمكن لنا الإنسان أن ينكرها وإلا يعد إنكاره تكذيبا للنبي صلى الله عليه وآله وهذا خطر كبير نعم النقاش حول هذه الشخصية العظيمة المباركة حول أمور الأمر الأول من جهة النسب النسب لا يشكون بأنه من أبناء رسول الله لقول النبي صلى الله عليه وآله النبي أشار بأنه من ولدي فهذا أمر أيضا مسلم فيه أنه من أبنائي رسول الله صلى الله عليه وآله لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجل حتى يبعث الله سبحانه وتعالى حتى يبعث يبعث رجلا من ولدي يواطع اسمه اسمي فيملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا إذن من ولدي رسول الله وأشارت الروايات أيضا أنه من ولدي فاطمة صلوات الله وسلامه عليها من أبناء الزهراء البتول وهذا أمر أيضا موجود في الكتوب وفي الروايات الصحيحة الكثيرة إذن هذه النقطة الأخرى نسلم بها بعد ذلك بدأ الخلاف أن الزهراء عندها ابنان الحسن والحسين فالمهدي من أيهما الشيعة قاطبة تقول بأنه من ولدي الحسين واللوايات في ذلك كثيرة خالف الشيعة مجموعة كبيرة من السنة قالوا بأنه من ذرية الحسن ولكن لو تأتي للروايات تجد أنه الذي نقل أنه من ذرية الحسن واحد هو أبو دراود السجستاني وأما البقية كلها محمولة على شنو؟ التصحيف لما قال أنه من ولدي الحسن تصحيف لعله سقط حرف تشابه كان بين اسم الحسن والحسن يسقط حرف والروايات الكثيرة الأخرى كلها تقول أنه من ذرية الحسن لذا لا يمكن لنا أن نتمسك برواية واحدة تحتمل التصحيف ورواية ضعيفة ونترك رواية الكثيرة التي تقول بأنه من ولد الحسين صلوات الله وسلامه عليه لذا نصل إلى نتيجة أنه ابن رسول الله وابن فاطمة وابن الحسين لذا هناك جملة من علماء السنة قالوا بأنه من أبناء الحسين انظر إلى الشافعي في كتابه البيان في أحوال آخر الزمان تجد هناك يرجع نسب الإمام المهدي عليه السلام كما نقول نحن الشيعة الإمامية إلى الحسين عليه السلام من الأمور التي يختلف فيها العامة عنا نحن الشيعة الإمامية الأثناء عشرية الاثناء عشرية شنو مسألة أنه ابن من هم يقولون أنهم اسمه طبعا اسم النبي صلى الله عليه وآله ابن هم يقولون اسمه محمد بن عبد الله نحن نقول لا هو ابن الحسن هناك اختلاف يعني أصل القضية نسلم بها وأنه ابن رسول الله وأنه ابن فاطمة بعدين الحسن والحسين رجحنا الحسين بالأدلة ثم نأتي هل هو من ولد الحسن أم هو من ولد عبد الله كما يقولون لا يوجد غير هذا غير هذين القولين فإذا ثبت الواحد خلاص ينتفي الآخر جيد شنو دليلهم على هذا القول أنه ابن عبد الله دليلهم يعتمد على رواية هذه الرواية تقول النبي صلى الله عليه وآله يقول النبي يقول المهدي يقول اسمه اسمي واسم أبيه اسمه اسمي يعني اسم اسم النبي واسم أبيه اسم أبي اسم والد النبي صلى الله عليه وآله عبد الله رضوان الله تعالى عليه فإذا هو مفروض يكون محمد ابن عبد الله واعتمدوا كل اعتمادهم اليوم على هذه الرواية لذا يجب علينا أن ننظر في هذا الخبر إذا تأتي لهذه الرواية مو أنا نقشه الشافعي أيضا في كتابه أيضا يناقش هذه لأن الموجود في الروايات المهدي اسمه اسمي وكنيته كنيتي أما اسم أبي اسم أبي هذا مو موجود في الرواية الكثيرة الرواية هذه موجودة تقول بهذا المعنى لذا الشافعي وهو من علماء العام في كتابه أيضا البيان يقول هذه الزيادة لم نجدها فيه شنو الرواية المعتبرة أولا هذه الزيادة لو تبحث عنها تجد أن الذي يروي هذه الرواية شخص يسمى زائدة وهذا زائدة كان يزيد في الحديث مو مؤتمن يزيد في الحديث لا يأخذ بقوله ويقول بأن أحمد بن حنبل هذا الشافعي يقول مع تثبته لم ينقل هذه الزيادة في كتابه ما ذكر واسم أبي اسم أبي وذكر الشافعي قريب ثلاثين طريق لهذه الرواية ليس فيها هذه الزيادة لذا قال لا يمكن أن نأخذ بهذه الزيادة إذن هذا البنيان الذي بني على هذا الدليل أنه ابن عبد الله ينهدم إذا هدمت هذا الاستدلال وهناك تفاصيل لطيفة أيضا نستطيع من خلالها أن ننسف هذا البيان لذا إذا سد هذا الباب يتعين القول الثاني وهو أنه ابن الحسن والأدلة على ذلك كثيرة ولكن ها الأدلة على ذلك أول شيء يرجع لأهل بيت الوحي ليش لأن النبي صلى الله عليه وآله جعل الأمان وجعل المؤمن على عدم الدخول في الضلال هو التمسك هو التمسك بالثقلين معا إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تظلوا بعد أبدا فما دام الضلال واقع يعني هناك تخلف في التمسك بالثقلين معا إما تمسكوا بواحد وتركوا الآخر أو تركوهما معا لذا الإنسان خليفتش لابد من الرجوع لأهل البيت لفهم كتاب الله لأنهم هم الثقل الثاني لكتاب الله إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا ما يفترقون الكتاب والعترة اليوم الكتاب موجود المهدي موجود لن يفترقا لن يفترقا حتى يردا علي الحوض لذا شنو السبب عن تركي الأخذ بأخبار أهل البيت عليه السلام هل لأنك أنت لا توثق روات الشيعة لا بأس لا توثق روات الشيعة ولكن هناك روايات مسندة من الصادق عليه السلام إلى رسول الله عن أبيه الباقر عن أبيه عن فلماذا لا تأخذ بهذا الخبر مثل الحديث سلسلة الذهب من الإمام الكاظم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وكلهم ثقات عند الخاصة والعامة لماذا لا تأخذ لماذا يخلو اسم الإمام الصادق وتخلو روايات الصادق عليه السلام من الكتب الصحاح لا تشوف كتب تفتح كتب الصحاح لا تجد راوي يروي عن جعفر بن محمد وقد قال فيه أأمة المذاهب ما قالوا فيه من الفضل والعظمة وكان له المن عليهم ولكن ليش تركوا الله العالم وقد قال الله سبحانه وتعالى حينما جاءه جاء الناس للنبي صلى الله عليه وآله إن صار الأنصار عفوا للأنصار والمهاجرين جاء له رسول الله يريدون أن يعطوه يعطوه مال مقابل شنو؟ الرسالة والأتعاب يفد على النبي وتفد عليه الوفود فيحتاج النبي إلى أموال حتى يضيفهم حتى والنبي منولى كل هذه الأمور قالوا يا رسول الله نحن نعطيك أموال أجر الرسالة الله قال لها شلون تؤدي أجر الرسالة بأموال هذه الرسالة العظيمة التي قام بها سيد الكائنات النبي المصطفى كل هذه الأتعاب أخرج الناس من الظلمات إلى النور هدى هذه الأمة ابدراهم لا والله بل جعل أجر الرسالة شنو أجر الرسالة يا موالي؟ يا مسلم يا مؤمن شنو أجر رسالة النبي؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة أجر الرسالة مودة قربة رسول الله نعم إذا رح شوف لماذا هذا التقصير مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى من ركب في هذه السفينة اليوم وين ذكر أهل البيت عليه السلام من الذي اهتم بذكرهم؟ ما تشوف إلا الشيعة الإمامية كله قال الباقر وقال الصادق قال الكاظم وقال الرضا وأما شوف بقية الكتب لا يوجد هذا الأمر لذا هنا وقعوا الروايات عندنا بأنه من أبناء الحسن العسكري عليه السلام نثبت هذا الأمر خصوصا أننا قلنا ما عندنا إلا قولين ابن عبد الله إذا هد ما ذاك القول يبقى القول الآخر ولا منافسة له فيثبت أنه هو ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه هذه الأمور نختلف فيها نعم نختلف أيضا في ولادته هم يقولوا بأنه لم يولد ونحن نقول ولد وهناك من علماء السنة كالشافعي والكنجي والابن الجوزي وغيره من قالوا بولادتي في سنة 255 كما قال الشيعة بل هناك لو تراجعون بعض الكتب تجدون من علماء السنة وأنا عند كلمتي أنا قرأت في كلمات من دعا بأنه رأى المهدي شخص اسمه محمد البلاذلي ليس صاحب تاريخ الأنساب أو أنساب الأشراف أعفوا غيره التقى بالإمام وهو الثقة ووثقه علماء العامة ينقل رواية من الحجة إلى رسول الله وهو الناقل موجود إذن كل هذه تؤيد ولادته فيكون هذا القول هو طبعا مطابق لقولنا ليش لأن أمير المؤمنين عليه السلام والأأمة عليهم السلام أمير المؤمنين عنده لواية يأخذ بيد كميل إلى أن يخرج أطراف الكوفة يقول اللهم بلى فاللواية بدايتها اللواية بدايتها الناس ثلاثة عالم ومتعلم وهمج رعاعة أتباع كل ناعق ثم بعد ذلك يتكلم ويقول اللهم بلى لا تخل الأرض من قائم لله بحجة إما ظاهرا مشهورة أو غائبا مستورة أو خائف مستور لألا تبطل حجج الله وبيناته إذا ما في حجة في الأرض تبطل حجج الله وبيناته صاحب كتاب الصواعق المحرقة ابن حجر يعلق على هذه اللواية يقول نعم ثبت في الصحيح أن الأرض لا تخلو من حجة انزل ما تخلو من حجة من الحجة اليوم تخلو الأرض من حجة من هو الحجة هو المهدي صلوات الله وسلامه عليه مهدي من هو الذي تتنزل الملائكة تنزل الملائكة والروح فيها بفعل المضارع يعني مستمر على من تتنزل الملائكة كانت تتنزل على رسول الله بعد رسول الله على من؟ على الأئمة واليوم على مهدي آل محمد اللهم صل على محمد نعم لا تتنزل بوحي من السماء يعني ليس يوحى إليه نعم قطعت النبوة بنبي الرحمة ولكن تنزل الملائكة بأي شيء تذكر روايات بأنه في هذا اليوم يوم القدر ليلة القدر تقدر الأرزاق ومن سوف يتزوج في هذا العام من سيرزق ذرية كم سيعيش كل إنسان هذه الأمور ينظر إليها صاحب العصر والزمان بأبي هو وأمه لذا سؤالنا إذا القرآن يقول تنزلوا يعني باستمرار الملائكة والروح فيها على من تتنزل ما تحتاج إلى ظرف تتنزل علي أنا ولا على فلان وعلان لا تنزل الملائكة على حجة الله في الأرض الذي يقوم مقام رسول الله الذي يأتي عيسى بن مريم كما يقول السنة والشيعة ويصلي خلف المهدي اللي هو فيه تصريح واضح بأن المهدي أفضل من عيسى وقد أشار إلى ذلك ابن الجوزي وغيره لأن الإمام أفضل من المأموم وواضح في الروايات ولا نحتاج إلى اللف والدوران بأن الإمام هو عيسى في الروايات نعم هذه عقيدتنا في المهدي سلواته الله وسلام علي أنه ولد سنة مائتين وخمسة وخمسين وأنه ابن رسول الله وابن فاطمة وابن الحسين وابن الحسن العسكري وإذا قلنا بأنه ابن الحسن العسكري يعني هو ابن علي الهادي إذا قلنا أنه ابن علي الهادي يعني هو ابن الجواد ثم ابن الرضا ثم ابن الصادق ثم ابن الباقر ثم ابن زين العابدين ثم ابن الحسين ثم ابن علي بن طالب ابن فاطمة ابن رسول الله يعني يوافق مذهب الإمامية الذي يقول بأن الخلفاء إثنى عشر كما قال رسول الله أولهم علي وخاتمهم المهدي الخلفاء إثنى عشر اليوم الشيعة قاطبة ما عندهم خلاف في عدد وفي أسماء الأثنى عشر ولكن غيرنا انظر إلى الاختلاف الكبير الموجود عندهم لم يثبتوا على عدد وأسماء معينة إما قالوا ثلاثة عشر أربعة عشر أكثر من ذلك والأسماء أيضا مختلفة أما الشيعة لا نعم لذا الإنسان يجب عليه أن يتنبه الإمام يقول إذا فقد الخامس من ولد السابع السابع هو الكاظم الخامس من أولاده هو المهدي عليه السلام يعني عددهم يصير أثناش إذا فقد الخامس من ولد السابع فالله الله في أديانكم فتنة لا يزيل أنكم أحد عنها يا بني إنه لابد لصاحب هذا الأمر من غيبة حتى يرجع عن هذا الأمر من كان يقول به اللي كان يقول بإمامته ممكن رح يتركه من شدة الفتنة اللي الإمام يقول حتى يرتد أكثر القائلين بإمامته ليش فتنة عمياء صماء ثم يقول إنما هي محنة من الله امتحن الله عز وجل بها عباده نحن الحمد لله نتمسك بالثقلين ما رح نضيع أما الذي يتركه أحد الثقلين فإنه سوف يهوى ويهلك ولو وجد يكمل الإمام يقول ولو وجد آباؤكم أو ولو علم آباؤكم وأجدادكم ديناً أصح من هذا لا اتبعوا لو شافوا لا اتبعوا وآباؤنا إنما أخذوا دينهم بالبرهان بالأدلة العقلية والنقلية وليس حالهم كمن قال بل ألفينا عليه آباؤنا اليوم كل واحد يقلد أبوه لا عمي افتح هذا العقل حج عليك هناك ضرر محيط بك إن لم تقل بإمامة الأئمة الاثني عشر من آل رسول الله لأنه إذا ثبت ما يقول الشيعة فعلي هو الأول بأبي هو وأمي يختلف كل شيء بعد ذلك لذا يجب على الإنسان أن يفحص وأن يدفع عن نفسه الضرر الخطير فقال له الشخص لاك السائل قال وما الخامس من ولد السابق شنو هذا الخامس من ولد السابق من هو شنو صفته شنو جاوبه قال يا بني إن عقولكم تضعف عن ذلك عقولكم لا تطيق هذا العظيم وأحلامكم تضيق عن حمله لا يمكن لكم أن تحملوه ولكن إن تعيشوا فسوف تدركونه وتدركون أيامه وعظمته وكيف أنه يملأ الأرض قصطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا بعد أن سفكت دماء المسلمين والمؤمنين بعد أن هدمت الدور على رؤوسهم بعد أن قتلوا وشردوا بعد أن كثر القتل والهرج والمرج في الأرض بعد ذلك يظهر ابن فاطمة فيملأها قصطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وأقول له يا صاحب العصر إن العصر قد نقصت أخياره وبن الأشرار قد زيدوا وصالم الغدل في أعناق شيعتكم قد جردته الأعادي وهو مغمود متى تسل البيض من غمدها وتشرع السمرة وتحمي الذمار في فتية لها التقى شيمة ويا لثارات الحسين الشعار نعم سيدي ضاقت بنا الدنيا وما فيها وكل يوم ننتظر فيه ظهورك وأن تملأ الأرض قصطا وعدلا فأغث رعاك الله من ناصر رعية قد ضاق عليها القفار سيدي فحاك قلبها قلوب الورا أذابها الوجد من الانتظار يمتى يلغيب ترفرف رهايتك بالنجاف وعليك تلتمشيعتك عليك تلتمشيعتك يا بني الحسن سيدي ونرتاح من هاي الفتن والله يا المهدي شبعنا مني المحن يمتتي ظهر وحنذي مبرق بتك يمتني اسمع صاتلي منادي ونداء هذا غايبكم ضهر ويريفلوة بسجد الكوفة يهشيعة الصلاة تلتمي الناس وتبارك جيتك سيدي وذاك الوقيت بك حالة من تنادي وصوتك يسدي الفن شيناديها يا لي ثاراتي لذي بيح بكربل وتطويجي شكل الطفوف بحملته سيدي شلون حالك من تصل أرض الطفوف وللمصارع ذيك وبعينك تشوف لو شفيت عباس مكتوع تشوف حالة يا المهدي يذوي بمهجتك عمكي العباس يا رعي الشيام عن نهار مطروح وبعين السهم اشفوف يما مقطع ويما العلم والعمود براس بوف فضي الفتاك هاي صورة تشوفها وصورة بعه اعظم واعظام يا ابو صالح وشد فوق صدر حسيم طفلي حالة يا مهدي ينزل دمعتك سيدي وليزيدك سيدي همومي وقهار من تشوف حسين مكتوع النحار وجالة الخيل أعلى صدره والظهار هالمصيب البي هاتكثر والنتيك سيدي والمصيب البي هيلتاع القلوب ممشى زيانة نبو الحرم وي الغروب وي الغروب راحت يسير عمتك العجاب كل العجاب منك يا محجوب ويلي ما تنظ تجيم عليها الحروب نسية السباوه وقطعة دروب يا رب يا ناس الظلي اعلم ما آيان يا آيان انتهى الشام لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليان وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيا طويلا وهب لنا رأفة ورحمة ودعاه وخيره واكحل نواضرنا بنظرة منا إليه وعجل فرجه واحفظه من بين يديه عن يمينه وعن شماله منعه من أن يوصل إليه بسوءا جزلهما وعدته من النصر وظهور الأمر فرج عن شيعتي في مشارق الأرض ومغاربها إلهي فرج عن المسلمين والمسلمات اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهم سالمين غانمين نيد وسدد حماة الدين احفظ مقدساتنا يا رب العالمين من كان في هذا المجلس طالب حاجة والمشاهدين اللهم اقضي حوائجه بحق مولانا الحجة بصبر مولانا الحجة بغربة مولانا الحجة اقضي حوائجهم ادي ديونهم شافي مرضاهم فرج عن المكروبين والمظلومين والمسجونين يا رب العالمين إلهي المؤسسون لهذا المجلس تقبل اللهم منهم بأحسن القبول وإلى أرواح موتاهم وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد موسيقى 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 موسيقى